و أما كيف يثبت النسب فهذا أمر آخر و الأصل أن الناس مؤتمنون على أنسابهم كما قال الإمام مالك رحمه الله تبارك و تعالى فكل من أثبت نسبه إلى رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم سؤال من ذرية الحارث أو ذرية أبي طالب أو ذرية العباس أو ذرية أبي طالب والعباس والحارث و أبي لهب من أثبت نسبه إلى أحد هؤلاء الأربع فإنه تنطبق عليه هذه الأحكام والناس مؤتمنون كما قيل على أنسابهم والحمد لله المشجرات موجودة وهناك علماء بالأنساب يعرفون من خلالها من يرجع نسبه إلى آل البيت أو من لا يرجع وأكثر نسب في الدنيا اهتم به وركز عليه العلماء علماء الأنساب و ألفوا فيه الكتب هو النسب الشريف نسب النبي صلى الله عليه وسلم و نسب آل بيته رضي الله عنهم عن المؤمنين منهم ترجمة نانسي قنقر